لازم تفوقك يا زمالكاوي لازم تعرف مين اللي ضيع منك المركز التاني يا نهر اسوح بدل ما بنتكلم على ضياع الدوري بنتكلم على ضياع المركز التاني ده اللي عمله مرتدى في الزمالك فوقي يا بيه ويعرف انت بتتكلم ازاي ضيع المركز التاني مش الدوري يعني الزمالك تالت الدوري وتلاقي ناس بتافع عنه طيب ضيع المركز التاني ازاي مرتدى منصور واحد الزمالك دلوقتي تلاتة وستين اتن وستين نقطة وبرامتز تلاتة وستين نقطة وله لكم نقطة خمسة وتمانين هناك بيغرد بعيد ملوش علاقة باللي بيحصل حسم الدوري من سبع أسابيع بفضل جهده وبفضل توفيق لعبيه ماشي وبفضل الله سبحانه وتعالى وفي لفس الوقت إدارة متزنة وعاقلة إدارة متزنة وعاقلة طيب الإدارة بقى اللي مش متزنة عملت ايه ضيعت ستة منطر من نادي الزمالك وبالتالي خلى الأهل شرخ ايه النهاردة مصير نادي الزمالك بهذا التعادل اتنين وستين نقطة اتنين وستين نقطة والمركز التالي طب مين اللي مركز التاني بيرامتز بيرامتز المركز التاني طب بيرامتز هيقابل للأهل والأهل عنده إصابات وهيسافر للوداد وهيلاقي عدد كبير من العناصر ويبقى اللي يحصل يبقى جمهور نادي الزمالك يقعب بقى يشجع نادي الآهل ويشجع ناشئين نادي الآهل ويشجع مسلمان اللي حد دهبل وعبيته بريالة بيقولك مسلمان يفوت مباراة دور التمانية عشان كان في اتفاق معاه وتعشى عند الحج فلان وكان عند الحج درتان عشان يجي يمسك النادي الآهل شغل مجانين شغل مجانين لكن تعمل ايه تم إزدالهم أزلهم الله فقالوا الباطل والناس دي حجت عليهم وصخرت منه فانتا النهاردة اللي ضيع منك المركز التاني مش ضيع منك الدوري يا زمالكاوي مين؟ مرتادة قول ورايا من اللي ضيع المركز التاني مش الدوري؟ مرتادة قيمة نادي الزمالك فيه في المنافسة على الدوري أنه أحد القطبين الرياضيين من اللي قال ان الزمالكي ما كانش قطب تاني؟ هو مرتادة من اللي قال انه قبل ما يجي كان الاهل بيسافه في مضطراب؟ هو مرتادة من اللي سب رموز الزمالك هو مرتادة ومن اللي ضيع المركز الثاني السنة دي مرتادة ستة بونت يا بيف ماتش واحد ماتش الاتوبيس ماتش الاتوبيس اللي عمل فيها والعيان نزدده بتاعه وكانت فضيحة بجلاجل على مستوى العالم وليس على مستوى الوطن العربي فقط ولا على مستوى مصر فقط فضيحة كانت بجلاجل فالنهاردة نادي الزمالك بتقلع لعب مباراتك تكيا نجم المبارامين نجم المبارامين محمد أبو جبل ومحمد عبد المنصف في عناصر غايبة مهمة من الزمالك في عناصر غايب في عبد الشافي غايب وحمود علاء غايب وفرجاني ساسي غايب وأشرف بن شبق غايب ماشي لكن في كل الأحوال ما يحدث في نادي الزمالك كارثة الكارثة الأكبر أنه ما فيش حد بيقوله انت غلطا الكارثة الأكبر هو أن الناس بعد دمائرها للشيطان ولا تقول كلمة الحق يقولك أي حد ما هو سبب ده عدم الاستقرار في النادي كان النادي في 22 شهيد وفرير أخذ الدور والكاس لنستقلب الفرق الفرق اللي أنت بقى وابنك مدخلينها في مشاكل ودعموا الراجل ويعملوا رسالة على مش عارف إيه وسووا إيه أنت النهاردة عندك كارثة تانية هقولها لك دلوقتي هقولها لك دلوقتي بسبب الحب والقراهية بسبب الحب والقراهية لكن النهاردة مركز التاني بيضع من نادي الزمالك والسبب هو مرتضى أحمد منصور الكائن في شارع أحمد عرابي المحامي الشهير وأصغر مؤلف حاجة كده يعني مش عارف إيه اللي كل يوم بطلع يشتم كل الناس يا عم طب بتطلع تشه ما انت بقى لك أسبوع بتقرب نفس الاسلوان يا جهزة الدولة حسن مصطفى هشام حطب الخطاب رغم إن الخطاب ده نيابة أمن الدولة العليا حفظته حفظت القضية كلها وجبتلكه هنا ياسر إدريس وطلعنا الخطاب على الهواء بختم الناس بالقاصل يا عمي بدل ما تطلع كده ما تسجل شريط بدل ما تتعب نفسك عشان تتفرغ للدائرة ده الحد النهار ده قاعد في النادي هقول لكم برضو بس أتكلم في الكرة الأول والصدمات اللي عمال ياخدها فالنهار ده قالك إيه خليني بس في الكرة الأول فمباراة اليوم بالنسبة لنادي الزمالك مباراة مع فريق قوي وفريق يتمتع بالإمكانيات الفنية العالية مباراة تكتكية على أعلى المستوى كده المدربين لعبة على ألا يخسر وليس من أجل الفوز بدأ شكل الزمالك أنه يلعب للفوز من تشكيله خاصة وأنه يلعب باثنين روس حربة هما كاسونجو كابونجو ومصطفى محمد ولعب بعبدالغاني والوينش وحزب مهم وجمع وطارق حامد اللي غايب هنا من جمب طارق حامد فرجاني سازي الفتوة اللي ضرب الواد اللي حاول لتدع الحاجة واخد السماعة رمان واحمد سيد زيزو نجم اللقاء بصراحة ولعب زلت رئات وبيعمل كل حاجة لكن ما فيش اللي يعاونه ومصطفى فتح يعني عمل واحدة بوش رجله قاعد يقر عليه بلا العلام ما شوفناهش بعد كده ما شوفناهش بعد كده لكن الحارسين تصديها لعدد كبير جدا من الهجمات من الفريقين وانتهت المباراة بالتعادل ليحصل ودي دجلة على نقطة تساعده في البقاء في الدوري الممتاز خلي بالك النهارد اللي نزل فاهمي رسم نظمي تانتا وفي السماس الحدود على اعتب النزوم ليه بقى كمان؟ الحدود هيلاعب الزمالك الماتش الجاي يوم الاثنين عنده كم نقطة يا بيه عنده تلاتين خسر من اسواننا النهارده اتنين واحد اتنين واحد الواد ابراهيم جلالدة عامل جنين ما شاء الله تبارك الله في الدوري وحده خمسين وده ستة وستين ابراهيم جلالدة خلي بالك يلعب اهل وزمالك فرود الجنين اللي جابه في الزمالك كمان مدرسة مزيك اللي استلموا بدماؤه وعلها وديب ببرزابة في الجو فده يلعب اهل وزمالك فالنهارده كسبه اتنين واحد يبقى اللي نازل الحدود الاقرى لكن لم يحسن لكن اللعب الزمالك الماتش الجاي الله يكون في عونه الزمالك بيحارب من اجل الوصيف هو بيحارب من اجل البقاء لكن قاله يكون لعب الحد والدنيا بانت لو برامنز كسب يبقى خلاص وتبقى دي الهازمات تانية يبقى برامنز ينفرد بايه بالوصاف وضع المركز التاني من مين من الزمالك فاهمي راسم نازم إلا بقى لو برامنز يبقى خلاص المباراة الأخيرة أيوة يا بيه لايك وشير وصلي على النبي الزين تحيات لكم لكل حبيبنا تحيات لكم لكل حبيبنا ربنا يحفظكم جميعا ويبارك فيكم فهنا مباراة صعبة جدا 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 فدجلة بتاعت بالنسبة كبيرة جدا عن المسألة ودجلة في فرقة تلعب كرة كويسة جدا 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 هارد لك لنادي الزمالك اليوم ضياع مركز الوصيف على جماهي النادي الزمالك المحترمة الوعية اللي بتشجع من قلبها اللي عارفة الصح إيه والغلط إيه أن تدرك جيدا أن من أضاع مرك مش الدوري اللي بالك عم نتكلم أن الزمالك مش أضاع الدوري ده أضاع المركز التاني احنا بنتكلم في أن أضاع المركز التاني يعني ما يشاركش في دور الأبطال الأفريق وانت مجيش تقول لي إيه أهمية المركز التاني إنه مش يشارك في دور الأبطال الأفريق ويشارك في الكون في درالي واللي يخرج من دور الأبطال الأفريقية يجيله في دور الستة عشر كمان فهنا يعني دي مش مكانة نادي الزمالك وهو عطلهم حد على ضائع المركز التاني رغم سوء النتائج ورغم ورغم غير مرتضة ليه مرتضة اللي ضائع منك المركز التاني مطش الأهلي وخلي بالك من حاجة تانية في بداية الموسم اللعيبة كانت غاضبة بعدها محصولها على مستحقتها كنت بقولي الكلام ده وكنت بقول رفضوا ينزلوا التدريبات واللي حد ما شفنا الفيديو الشهية اللي مرتضة وهو بقول لهم استحملوني نستحمل بعضينا فاكرين الفيديو ده واللعيبة قادة قدامه كده منهم اللي نايم طب كل واحد ياخد جزء ومش عارف هو حكاية ورواية حد ما ربنا كرامه وسدد واللعيبة خادت مستحقات ليحة القدق جديدة قالك اللي ما يحصولش على شهرين حق وفسخ العقد حق وفسخ العقد فهنا لازم ننتبه لأمر مهم جدا أنه هو بسوء إدارته لنادي الزمالك العريق القيان والقلعة الرياضية العظيمة رغم أنف مرتضة وهو أحد القطبين الكبيرين أهل زمالك هما رمانة المزاق في الرياضة المصرية وهو عتصدق أنه يقولك الزمالك من غير مرتضة هيضيع اللي بيقول كده تعرف أنه منافق مسيلمة الكذاب عبد الله بن سلول اللي يقول كده على طول تعرف أنه منافق أو رأس النفاق في هذا العصر زي رأس النفاق اللي بيقولك مسيماني متفق مع الأهل من قبل دور التمانية وعشان كده مش عارف فوت المتشاة أي جنان ومنخلية عيال ما لهاش علاقة بالإعلام بتشبع أكل حرام والنفاق فأنت اللي يقولك اللي ضايع الدوري اللي ضايع الدوري هو اللي مكانش الآدار النادي بسلبية اللي ما عرفش يتفح مستحقات اللاعبين اللي خسرنا عدد من النقاط بسببها اللي خق قرار عدم لعبه ومباراة القمة وخسرنا فيها ست نقاط نستعيد قول الراحل العظيم كابتن عبد الرحيم محمد لما طلع له وقال ده مش زمالكاو ده أهلاوي ونستعيد أيضا قول كابتن عبد حسان ميدو لما عمر قديم لما قال ده أهلاوي مش زمالكاو وهو عاد صدق ان في حد في الرياضة المصرية يكره الزمالك الزمالك كان رياضي عظيم غصبه عن أي حد هي العلاقة كانت إيه بين كمال درويش وحسن حمدي في وقت كمال درويش وقت فيه ثلاثة دوري في أربع سنين والربع خده الإسماعيلي فوق الممتاز العلاقة كانت إيه بين الكابتن صالح والكابتن حسن حلمي لما ميسك مدير كورة كابتن صالح صالح سليم في النادي الأهلي راح للكابتن حسن حلمي قال له عمل إيه وسوي إيه قولي المسائل بتمشي إزاي وراح له النادي الزمالك لما كابتن حسن حلم ترشح لرئاسة اتحاد الكورة وتخلى الزمالك عنه لأسباب خلافاته مع الإدارة لوقتها أول ناس أعلن دعمه لي هو النادي الأهلي جد كابتن حزم إيمان كابتن إيه حين الحرياء إيمان كان بيحكم مباراة أهلي وزمال وحمده بيلعب ما كانش حد اللي بيقوله يلي ومش يلي ما كانش فيه هذه النواية السيئة الرياضة جعلت للروح الرياضية والارتقاء بالأخلاقيات وبالسلوكيات وليس للسب ولا للشتم ولا للقص ولا ما إلازال فعشان كده بقولك اللي ضيع منك المركز التاني اوعى تنسى مرتضى اللي مش هقولك بقى اللي قالك أمك كذا ولا اللي كذا النهاردة بقى الواية نايتس حبيبه اللي كان بقول جماعة إرهابية اللي كان بقول له وانا ركب الأوتوبيست كنت أدسهم كلهم في الدفاع الجوي فاكر الكلام ده أنا كويس وطلقت قلت في كل الفضائيات أنه قاتل وقته بسبب هذه العبارة ورفع علي القضايا كلها وربنا أنصفني بفضل الله وبركة سيدنا النبي وقال البيت فلا أقول وابن كان هناك وأصيب محمد والله ما يسيبها بالخير أحمد يتكزم منك كان المراسم كنا سعيدة في الان بي سي قال له صبر مهاتي بعتلي صورة أشوفه بين الأموات فالواحد عاش مشاعر إنك تفقد ابنك وعيشنا المشاعر دي مش معيشناهاش فواحد يضحك عليك ويقولك هستي القرار ومش القرار والحكاية واللجنة الأولمبية والشامحة اللي يقولك كده عرف أنه أفعق ومنافق على طول وإنت مغمى ليه؟ لأنه تكلم في اتنين بونط الفرق بونط واحد دلوقتي ده ستين واتين واتين وستين تب الستة بونط اللي ضعوا تلاتة هزيمة واتلاتة يخصموا نهاية الموسم بعد انتهاء المسابقة مين اللي ضيعهم؟ قرار إداري مين اللي كان عامل مشاكل مع اللعبة ويخلىها تنزل تلعب من غير نفسه وبعضهم يتمرد قرار إداري هو مرتدى منصور مين اللي وصف طريق حامل بأنه متمرد؟ مرتدى منصور اوعى تنسوا الكلام ده مين اللي غلط في والدتك؟ مرتدى منصور مين اللي غلط فيك؟ مرتدى منصور مين اللي كان منع الجماهير وباشتما بيوصفها بناء إرهابيين؟ هو مرتدى منصور فهو عتنسى الكلام ده وتحمي المسئولية ضيع المركز التاني لأي حد لا تقولي لحطب ولا وزير ولا أي حد المسئول عن ضيع المركز التاني هو مرتدى أحمد منصور الكائن في شارع أحمد عراب الذي صدر قرار بعزده من رئاسة نادي الزمان طيب طالما اتكلمنا في عزده من نادي الزمان خد يا به البهاريس دي اللي حاصرت النهاردة قبل ما يسافر بشالوش لم يسافر بشالوش عشان اللوم؟ بشالوش وضنديت ومش عارف البوها وده أدوس ومتغمر وآهلي وكذا نقعد نقول للناس كلام طيب كنت فين بأفعالك في الخمس سنين اللي فاتوا يا بي ما كنتش عامل حساب إن أنا أترشح هنا كنت أخد وعد إن أحمد اترشح قايمة وننزل دقي وعجوزة وواحد ابن أختي ينزل متغمر ومش عارف أميرة تيجي قايمة وهكذا ده اللي كان بيتقل حد من شهرين ثلاثة وقلتوا لك أنا هنا ابنه جاي قايمة حسب ما تقلي وهو ينزل دقي وعجوزة لكن في الآخر الفلاح المصري البسيط اللي على الفترة يعرف مين اللي بيخدمه ومين اللي بيستغله فراحي النهاردة متغمر ليه بيعمل الوك اند بتاعه بدل ما يطلع مارينة ولا مراسي يروح متغمر ليه عشان ياخد الحصانة عشان يعمل عشان يشتم خلق الله ويفترع على خلق الله بالأكاذيب وما نعرفش ناخد حقوقنا منه بكلمك حق ربنا بكلمك حق ربنا هو عاوز الحصانة ليه هو دلوقتي بيقول لما شتمتش الخطيب هو دلوقتي بيقول لما نفستش قرار عبدالله جورج والعتال هو دلوقتي بيقول أنا ما شتمتش حسم مصطفى ولا ما شتمتش شام حتم ولا ما قلتش لا شتم مشغلش تيمة لكن بيقولك أنا معي حصانة هشتمكم بالحصانة هزلكم بالحصانة ههنكم بالحصانة هو احنا بنتكلم في ايه قال لا ده مدخلته الشهيرة مع محنون معروف وانت زعلان ليه ومش عارف ايه وابني واحمد وكلام من ده التطور على سادة الرئيس عبدالفتاح السيس قال لك ما هي حصانة ما هي حصانة خلي بالكو بس دلوقتي في حاجات مضروبة معمولة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب انه بيرفض وبيعمل وبيسوق حجس ومش صحيح أنا اللي بقولك لو جربتيني بكتب في معلومة قولي بقولك حجس ومش صحيح ويجيب لي فيديو للدكتور علي عبدالعال مش كان بقول لها سادة الحفيز وروح صور لي فيديو من الفيوم ده انت ارهابي ومش عارفه اهو سادة عفز كل شهر وروح للفيوم وصور له فيديوهاته يبقى مع اهله وناسه وعائلته المحترم لكن هنت بقى صور لي فيديو للدكتور علي عبدالعال وهو بيرفض تدخل اللجنة العلمبية الخطاب في اخر بيقول لهم ان الخطاب ده الدنان مرتضى بناء على طالبه بناء على طالبه وفي اخر الخطاب بيقول لهم ايه والي سيداتكم انتخاذ ما ترونها طب القرار طالع اعترضوا في جواب تاني ولا اعترضوا ولا عاوزينك ولا عاوزين يشوفوك في البرلمان اصلا اصلا وانت انتهيت خدوا بقى مني التاني قال له من النهاردة قاعد بقى قاعدة كده في